صلاحية رئيس المزارة معروفة بهذا الموضوع ثالثة بعد ظهر بطاقية بيروت تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العنوين تقرير المجلس الوطني للبحوث العملية حول تلوث الشاطئ مناطق عدة صالحة للصباحة والسمك البلدي مطابق للمواصفات الحريري أجواء التفاؤل تغلب التشاؤم في التشكيل وعلاقة معهم لا تخضع للتشكيك والتأويل هذا هو وطننا ولا وطن لنا سواء في جلسة عاصفة لكنيسة قر قانون القومية العنصوري والنواب العرب يمزقونه في وجه نتانياهو وفي ذلك تتابعون في الاقتصاد أمريكا تشن حربا هادئة على العملات المشافرة وفي الرياضة باريسان جيرما يستعد لبيع نجمه البرازيلي نيمار أهلا بكم بحر لبنان ليس مأساويا بالدرجة التي تحدثت عنها تقارير صدرت مؤخرا وسمكه مطابق للمواصفات العالمية لناحية خلوه من النسب العالية من المعادن السقيلة هذه الخلاصة يمكن استنتاجها من الأرقام التي وردت في تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية حول نوعية مياه البحر على طول الشاطئ اللبناني المجلس عرض في مؤتمر صحفي نتائج العينات التي أخذت والمعايير التي اعتمدت في التحليل وخلصه إلى أن 16 نقطة من النقاط الخمس والعشرين التي جرى أخذ العينات منها تعتبر إما جيدة أو مقبولة للسباحة لكن كان لافتا الإشارة إلى أن المسابح الشعبية في المدن الكبيرة كبيروت وطرابلس وصيدة غير صالحة بالأرقام كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار في تقرير مفصل عن النقاط الملوثة على طول الشاطئ اللبناني حيث اتضح أن هناك 16 من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة تحمل تصنيفا يتيح السباحة فيها وممارسة كافة النشاطات المائية والشاطئية الأخرى لم نأخذ عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ أو بقرب التجمعات الصناعية أو مكبات النفايات الصلبة نظرا لكونها ملوثة للبحر والبر ولا تحتاج إلى تحليل لم نأخذ عينات من المسابح الخاصة تعرض النتائج معدلات تحليل وتقييم امتد لفترة 30 شهرا فقد تم تجميع العينات بأفضل الطرق العلمية المعتمدة عالميا من المناطق العامة والمسابح الشعبية ووفق التقرير هناك أربع مناطق صنفت بدرجة مقبول كعكار والصيدة وخمس مناطق اتضح أنها سيئة وملوثة جدا ولا يمكن استخدامها لاستباحة كأنتلياس وبيروت والشاطئ الشعبي في طرابلوس أما المناطق الجيدة التي فيها فقط ما بين 0 و200 مستعمرات بكتيريا في 100 مليلتر من مياه البحر فتعتبر صالحة لاستباحة كالنقورة وصور ورميل والدمور وجبيل والبترون كما تضمن التقرير نتائج بحث نسبة تلوث الأسماك بالمعادن الثقيلة وخالصة إلى أن لا خطر على السمك البلدي في لبنان ويمكن استهلاكه بطريقة طبيعية سياسيا أبدأ الرئيس المكلف سعد الحريري تفاؤله بحتمية الوصول إلى صيغة تتجاوب معها القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وأكد الحريري أن علاقته برئيس الجمهورية لا تخضع للتشكيك والتأويل أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن جولة المشاورات الأخيرة أعادت فتح الخطوط المغلقة في اتجاهات عدة ونجحت في توسيع نطاق التهدي السياسية والإعلامية التي نراهن على ترجمتها في عملية تأليف الحكومة وقال الحريري في دردشة مع جريدة المستقبل عشية سفره إلى مدريد إن أجواء الارتياح والتفاؤل تغلب على أجواء التشاؤم التي سادت قبل أيام وأنا مطمئن ومتأكد من حتمية الوصول إلى صيغة طلقة تجاوب القوى الرئيسية التي نتطلع لأن تتشكل منها الحكومة وردنا على سؤال عما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن تباين بينه وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون قال الرئيس الحريري إن علاقتي مع فخمة الرئيس لا تخضع للتشكيك والتأويل وهي أقوى من أن تهزها مقالات وتحليلات وتمنيات لأنها ترتكز إلى ثوابت متينة تتقدم فيها مصلحة البلاد على المصالح الحزبية والخاصة وأضاف هذا خيار توافقنا عليه ولا رجوع عنه وإذا كان هناك من يراهن على تخريب العلاقة بينه وبين الرئيس ميشيل عون فهو واهم ولا يدرك أن المصلح الوطنية في قموسنا المشترك تتقدم على كل شيء واعتبر الحريري أن البعض يتلاعب على موضوع الصلاحيات من باب المزايدة لكن الدستور واضح وهو الحد الفاصل في مقاربة أمور الصلاحيات وعن لقائه الأخير مع الوزير جبران باسيل قال الرئيس الحريري اللقاء جيد كالعادة والاتصال مع الوزير باسيل لن يتوقف عند حدود هذا اللقاء كما أن قنوات الحوار والتشاور مفتوحة يوميا مع التيار الوطني الحر وهذا هو الأمر الطبيعي لأن من واجباتك رئيس مكلف أن أتواصل مع الجميع ومع القوى الرئيسية في المجلس النيابي تحديدا من عين التين أبدأ الرئيس فؤاد الثانيورة حرصه على الإسراع في تشكيل الحكومة مطالبا بالاحترام الكامل للطائف والدستور والقوانين أن نعني حقيقة العودة إلى احترام باتفاق الطائف واحترام بالدستور الذي هو انبثق عن هذا الاتفاق والعودة إلى احترام القوانين من قبل الجميع لا نقبل بأن يقول وزير هنا أو وزير هناك أنني أنا ما بدي تطبق هذا القانون لأنني أنا مش عاجبني حقه يقول أنه أنا مش عاجبني للقانون ولكن بيطبقه وبيعمل كل الوسائل اللازمة من أجل اقتراح أو تقديم مشروع قانون جديد يعدل القانون الساري العودة إلى احترام حقوق الدولة اللبنانية بسيطاتها الكاملة على جميع مرافقها لا أن تكون هناك مرافق من هنا وهناك ويصير تسريب لوارداتها وإمكاناتها وقدراتها بشكل أو بياخ العودة إلى احترام معايير الكفاءة والجدارة في تحمل المسئوليات في الدولة اللبنانية أكان ذلك على صعيد الوزارة أم على صعيد الإدارة اللبنانية لأنه بهذا الأمر نستطيع أن نعيد للإدارة اللبنانية كرامتها ودورها وصدقيتها والثقة بها لا أن تكون هذه الإدارة هي ملك للأحزاب والطوائف والمذاهب كل يأخذ حصتهمها وبالتالي لا تعود هناك الولاء للدولة بل أصبحت للأحزاب ومن مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعربه البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي عن أسفه للمماطلة الدائمة في تشكيل الحكومة معتبرا أن حكومة من ممثلي الكتل لا تعني تكوين سلطة إجرائية بل تكوين مجلس نيابي مصغر لب البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي دعوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شار العربيد لزيارة المجلس في مناسبة مرور 15 عاما على إعادة تفعيله اللقاء الذي جمع الراعي وأعضاء الهيئة العامة تخلله بحث في الشؤون الاقتصادية من أزمة القروض السكنية إلى ضرورة إدراج الملف البيئي ضمن نشاط المجلس وتطرق البطريارك الراعي إلى مسألات الحكومة وفي رسالة وجهها إلى السياسيين أتفل التأخير الحاصل في تشكيلها مشيرا إلى أن الاقتصاد القوي يساهم في بنيانه لقطاعان الرسمي والخاص وهو ما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد يكفي أن نرى بكل أسف كيف يماطلون ويماطلون ويماطلون في تأليف الحكومة الجديدة ولا تعنيهم معاناة الشعب اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا إن تأليف الحكومة من ممثلي الكتر النيابية فقط لا يعني تكوين سلطة إجرائية بل تكوين مجلس نيابي مصغر أين هو المجتمع المدني الذي يشكل أكثر من نصف الشعب اللبناني ويحرم من مشاركته في الحكومة فهكذا تستعد الدولة عندنا لإجراء الإصلاحات التي طلبها مؤتمر باريس سادر توقف خروض الإسكان التي نعمل على المشاركة في إيجاد حلول لها من منطلق ضرورات الأمن الاجتماعي كما أن الواقع البيئي الذي يكلف اقتصادنا كثيرا من طاقاته مسألة نشارك في العمل على دراسة وقعها وانعكاساتها وسبل معالجتها وبعد أن سجل الراعي كلمة في سجل الشرف لكبار الشخصيات التي تزور المجلس قدم عربيد درعا تقديريا له ثم أنا حاكم مصر في لبنان رياض سلامي إلى استقرار الأوضاع النقدية مؤكدا بعد لقائه الرئيس مشال عون أن كل ما يقال غير ذلك لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة اطلع رئيس الجمهورية مشال عون من حاكم مصر في لبنان رياض سلامي على المعطيات المالية والاقتصادية في لبنان على ضوء التقارير المتوافرة لدى المصرف المركزي وأوضح سلامي بعد الاجتماع أن الإحصاءات تظهر أن نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـ 2% وأن الأوضاع النقدية مستقرة وكل ما يقال غير ذلك لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة وأكد سلامي أن الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي واعتبر أن وضع لبنان مستقر في ظل المتغيرات الحاصلة في الأجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة وفيما يتعلق بالوضع العقاري أعلن سلامي عن أن تعميما صدر عن مصر في لبنان يجيز للمطورين العقاريين إقفال ديونهم بعقارات من دون أن يصنفوا ويمكن للمصارف أن تقصت على 20 سنة العقار الذي أخذت وحول ما يشاع عن الوضع الصعب لأحد المصارف أكد سلامي أن لا صحة لكل ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على أوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما في بيان صادر عنه رد المجلس الدستوري على ما يتم تداوله في بعض وسائل الأعلام من أخبار حول الطعون في الانتخابات النيابية فأكد أن كل المعلومات المتداولة بشأن الطعون عارية تماما من الصحة ولا أساس لها إلا من مخيلة في مخيلة عفوا ما يروجها وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أن المجلس منكب على دراسة الطعون وردود عليها من المطعون في نيابتهم وسيباشر التحقيق في جميع الوقائع الوردة فيها والاستماع إلى المسؤولين في الشركة التي تولت برمجة الانتخابات وتشغيل البرنامج والتدقيق في محاضر الفرز ولجان القيد وعند الضرورة في أوراق الاقتراع مؤكدا أن أعمال المجلس محاطة بسرية تامة وهي بعيدة كل البعد عن تدخلات السياسية لذلك لا فائدة مطلقا من الحملات الإعلامية وبث الأخبار من جاتها ردت أن نائب ديمة جمالي على الشائعات والتحليلات بشأن الطعن النيابي المقدم من الحاجة طه ناجي وقال مكتبها الإعلامي في بيان ردا على صحيفة الأخبار من المؤسف أن تطالعون بعض الأقلام المأجورة وبعض الصحف المعروفة التوجه وبعض الماكينات الإعلامية المحرطقة ببث كمية من الشائعات والسخفات البعيدة كل البعد من الواقع وأكدت أننا نخضع لسلطة القانون ونحترم كلمة القضاء ولسيما في الطعن المقدم لذلك فليوفر أصحاب المحاولات المشبوهة جهودهم في أمور يستفيد منها البلد وليتركوا للقضاء مهمة الحقائق بدلا من أن يعمدوا إلى التشويه في سبيل تحقيق غايات لا تخدم البلد بل من شأنها إثارة النعرات والقلق شركة سوليدار ردت على المقال الذي نشرته صحيفة الأخبار تحت عنوان إمارة سوليدار لصاحبها ناصر الشمع مؤكدة أنها محاولة لتشويه الحقائق من خلال مصادر مشبوهة نفت شركة سوليدار جملة وتفصيلا ما نشرته جريدة الأخبار بتاريخ الرابع عشر من تموز الجاري في مقالها تحت عنوان إمارة سوليدار لصاحبها ناصر الشمع وأكدت سوليدار أنها لا ترى من هذا المقال إلا محاولة لتشويه الحقائق من خلال مصادر مشبوهة لابتزاز الشركة ولصرف النظر عن إنجازاتها إذ أنه يحتوي على افتراءات وكثير من الاستنتاجات المضللة للرأي العام نتيجة قراءة مغلوطة لبيانات الشركة المالية وتقاريرها وبدءا برواية منح عشرة ملايين دولار لمطعم السلطان إبراهيم ومرورا بمزاعم إعطاء ست ملايين دولار لأحد المستثمرين وصولا إلى مغالطة ذكر أسماء سبعة أشخاص لا يعملون في الشركة وإلى مدفوعات وعمولات وهمية إلى أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المغالطات رأت سوليدار أن الهدف من ذلك هدم الثقة بالشركة وخلق جو من اليأس عند المساهمين أما الحديث عن لفلفة فضيحة نتج عنها خسارة أربعة ملايين دولار على شكل أسهم فأضحت سوليدار أنها اعتمادا على مبدأ الشفافية والحفاظ على حقوق المساهمين خاصصت مؤونة بقيمة أربعة ملايين دولار لتغطية أي فروقات قد تنتج من مراجعة السجلات المحاسبية بما فيها سجل الأسهم والالتزامات والمطلوبات المحتملة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه أما الكلام عن تجميل حسابات سوليدار عبر خفض حصتها في سوليدار انترناشنال فأشرت إلى أنه مخالف للمبادئ المحاسبية إذ أن أي توزيع لا يؤثر في الربحية في حساباتها المجمعة وبالتالي لا يوجد أي تأثير سلبا أم إجابا في بيان الأرباح والخسائر جمدت السلطات الأرجنطينية أصول لمجموعة بركات لبنانية بتهمة توروتها في تمويل حزب الله فمن هي هذه المجموعة ضجت وسائل الأعلام الأرجنطينية في الساعة القليلة الماضية ببيان أصدرته وحدة المعلومات المالية المكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييد الأموال وجمدت بموجبه أموال وأصول مجموعة بركات التي عرفت عنها كمنظمة إجرامية تابعة لحزب الله يترأسها أسعد أحمد بركات المصنف أصلا ضمن لائحة الإرهاب الأمريكية منذ العام 2004 وأعلنت وحدة المعلومات المالية الأرجنطينية أن 14 شخصا من أفراد هذه الشبكة كانوا يعبرون الحدود من البرازيل من دون الإفساح عما يحملونه من أموال ويصرفون ما يزيد عن 10 ملايين دولار في أحد الكازينوهات كوسيلة لتمويل حزب الله وأفد البيان بأن مجموعة بركات متورطة أيضا بجرائم تهريب وتزوير الأموال والوثائق وتجارة المخدرات والابتزاز وتجارة السلاح وتبييد الأموال قرار وحدة المعلومات المالية الذي جاء وفقا لقوانين محاربة الإرهاب الأرجنطينية يندرج في إطار التحقيق الذي فتحته السلطات منذ أعوام عدة عن مجموعة بركات التي تنشط في المثلث الحدودي المشترك بين الأرجنطين والبرازيل والبراجوي وتتابعون بعد الفاصل تتشينو مركز جديد للأمن العام في بعلبك كلف رئيس مجلس النواب نبيهبر لجنة تضم اختصاصيين لإعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة الحشيشة واستخدامها لأغراض طبية طار تعزيز الخطط الأمنية في بعلبك الهرمل دشن اللواء عباس إبراهيم مبنى جديد للأمن العام في بعلبك وفعاليات المنطقة تطالب الدولة بإلاء البقاء اهتماما إنمائيا أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه واثق من نجاح الخطط الأمنية التي يجري تطبيقها في بعلبك الهرمل لأنها تعبر عن تطلعات أهل البقاعة كلام لواء إبراهيم جاء خلال تتشينه مبنى أمن عام البقاع الثانية ومركز أمن عام بعلبك المركزي نحن موجودون في هذه البقعة من البقاع الذي يرتبط بالجنوب عبر ماء الحياة نهر الليطاني وبالرجال رجال لتحرير الأرض من عدوين ما يتوقفا عن التشابه العدو الإسرائيلي ووجهه الآخر المتمثل بالإرهاب التكفيري المتأسلم زورا وفتانا على أمل أن نرى عودة الدولة عودة نهائية تمنع الحرمان والضيق عن أهلها وتفتح حضنها لجميع أبنائها فتشرع أمواب العمل وتقفل بؤر البطالة والضياع وزراء بعلبك ونوابها رحبوا بالخطوة الجديدة وتمنوا أن تولى المنطقة اهتماما إنمائيا من قبل الدولة نؤكد على أننا نواب المنطقة ووزرائها وكل القوى السياسية سنكون في موقع الداعم والمشجع لكل خطوة تصب في اتجاه رفع الحرمان عن هذه المنطقة اليوم نعم نشعر ببعض الإنجازات أو ببعض التحسن من خلال تطبيق هذه الخطة الأمنية وندعو في نفس الوقت إلى أن تكمل الأجهزة هذه الخطة وكما فعلت في الأيام الماضية الجدير بالذكر أن الببنى الجديد تم بنائه من قبل الأمن العام على أرض مقدمة من بلدية بعلبك وهو يتميز بحجمه الكبير ومراعاته لذوي الاحتياجات الخاصة في مجدليون بحثت النائب هي الحريري مع وفد من القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة المستجدات على الساحة الفلسطينية عموما وفي أوضاع المخيمات والسيما مخيم عين الحلوة وتم تطرق بشكل خاص عند ظاهرة إطلاق النار في المخيم والتي تسببت مؤخرا في مقتل الفتة سليم هادي وكان تأكيد على ضرورة متبعة العمل من أجل تسليم المطلوبين في هذه الحادثة واتخاذ خطوات رادعة منعا لتكرارها ووضع حد لظاهرة إطلاق النار كذلك التقت الحريري وفدا من تحالف القوى الفلسطينية برئاسة مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية وليد جمعة الذي أكد على وجوب تسليم المتورطين في مقتل الفتة سليم هادي وملاحقة كل مطلق نار في الهواء معتبرا أن هذا العمل يسيء لشعب الفلسطيني ولقضيته دعا عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عثمان على مدين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة مؤكدا أن الرئيس سعد الحريري يبذل جهودا جبارة ويقدم التصحيات في هذا السبيل وخلال رعايته حفلة كريم قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل منسقية المني لعدد من مدراء المدارس والطلاب المتفوقين في الشهادة الرسمية أكد علام الدين العمل على وضع خطة عمل للوصول إلى خريطة طريق للنهوض بالقطاع التربوي في المني وأن القاتل من الأيام سوف تسلل ذلك وأن الحكومة سوف تفسل النور مهما هاول المتضبعون من اختلاف عقد وعراقين إلا أن سكتنا بالرئيس الحريري لم تتزعزع أبدا ومن يراهم على تعبده أو تراجعنا فإننا نقول له روح غير بدار مسل ملف تشكيل الحكومة كان حاضرا خلال حضور النائب وليد البعريني افتتاح المؤتمر التربوي الخليجي الأول في عكار البعريني عول على تشكيل الحكومة قريبا للمباشرة بالمشاريع في عكار برعاية وزير التربية مروان حميدي ووزير الاتصالات جمال الجراح افتتح المؤتمر التربوي الخليجي الأول في عكار في مجمع عمر بن الخطاب التربوي التابع للجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحضر الافتتاح النائب وليد البعريني رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدي رئيس الجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية ومستشار رئيس سعد الحريري لشؤون عكار خالد محمد الزعبي مفتع كار الشيخ زيد بكار زكريا إضافة العدد من الفعاليات البعريني أثنى على دور العلم بحماية الأجيال معولا على تشكيل الحكومة قريبا للمباشرة بعجلة التنمية في عكر ومشيرا الى ان التأخير في تشكيلها يشكل خطرا على الاقتصاد كما اشار البعريني الى ان الطائف يحارب مؤكدا على انه الاطار الدستور الوحيد الذي يحفظ سلم الاهلي طب منكم باجتماعنا مع الشيخ سعد كان متفاعل جدا ان شاء الله بولد الحكومة فمنتمنى ان شاء الله الامور تولد الحكومة قريبا لان بولدتها فين كتير نحن معاولين على انه نمشي بمشاريع المنطقة بدوره طالب مفتع كار الشيخ زيد بكار زكريا بان يكون للمنطقة وزيران في الحكومة المقبلة وان يفتتح مطار الاقليعات والجامعة اللبنانية وشددت الكلمات على اهمية التعليم لانه المحرك الابرز في التنمية والمؤتمر يستمر ليومين متتاليين ويشارك فيه مدربون من عدد من البلدان العربية اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان قوة خاصة من شعبة المعلومات اوقفت اللبنانيين عين صاد وحاء الف الذين يعدان من اخطر المطلوبين بتهمة انشاء مضافة في بلدة بريتال تستخدم لاستقبال الشباب اللبناني ويتم فيها تعاطي المخدرات وبيعها للمروجين وهي مؤمنة بحراسة مسلحة دائمة النشرة مستمرة فيها بعض الفاصل التهجير يصل الى القنيطرة باتفاق بين روسيا والمعارضة اهلا بكم من جديد الى نشرة تأمين الميدان وقد تابعتم فيها تقرير المجلس الوطني للبحوث العملية حول تلوث الشاطئ مناطق عدة صالحة للسباحة والسمك البلدي مطابق للمواصفات الحري لاجواء التفاؤل تغلب التشاؤم في تشكيل وعلاقة معاون لا تخضع للتشكيك والتأويل وفي جلسة عاصفة لكنسة قر قانون القومية العنصري والنواب العرب يمزقونه في وجه نتنياهو في جلسة عاصفة قر لكنسة الاسرائيلي ما يسمى قانون القومية وسط معارضة شديدة من قبل اعضاء الكنسة العرب ومحللونه ارون ان هذا القانون سيمنع الفلسطينيين من اللجوء الى القضاء لنيله بعض من حقوقهم المنتهكة اساسا افعل على الافان في على الخمتام حموليدي تهزو هي ملتين هذا هو وطننا ولا وطن لنا سواه عندما يصخ عضو الكنيسة مائل كوهين في واش النائب ايمن عودة انت في دولتي بعد رفعه عالما اسودة وعندما يأمر رئيس الكنيسة يولي ادلشتاين افراد الامن باخراج النواب العرب من القاعة ويقوم احد رجال الامن بسحب النائب جمال زحالقة من مقعده بالقوة تكون الرسالة وصلت الى الفلسطينيين والعالم عصرية اسرائيل باتت دسورا بعدما اقر الكنيسة قانون القومية احد اخطر القوانين الصهيونية في السنوات الاخيرة والذي يرتكز اساسا على اعتبار فلسطين التاريخية انها ارض اسرائيل والشعب اليهودي في العالم وفور انتهاء التصويت في الكنيسة الاسرائيلي عمد النواب العرب الى تمزيق القانون الجديد والقوه في وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيمين نتنياهو قبل القائه كلمته الذي تباه فيها بان هذه لحظة فاصلة ومحددة في تاريخ الصهيونية وما يسمى الدولة واضف نتنياهو انه خلال سنوات الاخيرة كان هناك من يحاول تقويض حقيقة ان اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي مشيرا الى ان القانون ارسى هذه الحقيقة من جهدها اكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني على ان ما يسمى قانون القومية هو محاولة اخرى لتمسي الهوية العربية الفلسطينية ومن اجل ارساء اسس العداء على انقاض السلام المنشود الذي نسعى الى انعاشه الى ذلك عمت موجة من الغضب داخل الخط الاخضر حيث يعاني السكان في الاساس من التمييز والعنصرية واصفين القانون بانه عنصري لحكومة يمينية متطرفة تخلق قوانين متطرفة وتغرس البثور لقيام دولة فصل عنصري فيما وصف المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل عدال القانون بانه يعزز التفاوق الاثني الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية رفضت السلطات الامريكية منحة اشيرات لوفد فلسطيني ضم ستة اشخاص كان مفترضا ان يشارك في لقاء سياسي في الامم المتحدة خلال الاسبوع الجاري وعلن السفير الفلسطيني رياض منصور انه يعتزم تقديم مشاكة رسمية في هذا الصدد الى الامم المتحدة بالتطورات السورية وبرعاية سورية التهجير يصل الى القنيطرة وعملية اجلاء كافة سكان بلدتين الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في ادلب انتحد توصلت فصائل المعارضة في محافظة القنيطرة جنوب سوريا الى اتفاق تسوية مع الجانب الروسي يعيد قوة النظام الى هذه البنطقة القريبة من الجولان السوري المحتل وينهي وجود المعارضة التي سيطرت عليها بشكل كامل منذ اكثر من ثلاث سنوات المرصد السوري قال ان الاتفاق يشمل جميع المناطق المحافظة باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة تحرير الشام النصرى سابقا ولا يبتعد الاتفاق عن اتفاقات الجنوب السوري حيث يقضي بحسب المرصد بخروج جميع رافدين للاتفاق من مقاتلين ومدنيين اخرين الى الشمال السوري اضافة الى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط عبر مراحل ودخول الشرطة العسكرية الروسية الى بلدات وقرى القنيطرة وتسوية اوضاع المتخلفين عن الخدمة الالزامية وعودة النازحين والمهجرين الى بلداتهم وقرىهم كما فرضت قوات النظام السوري اتفاق تسوية على مدينة نوا اخر اكبر معاقل فصائل المعارضة في محافظة درعا من جهة اخرى انتهت عملية اجلاء كافة سكان بلدتي الفوعة وكفرية المواليتين للنظام في ادلب المرصد السوري اكد ان البلدتين باتتا خليتين من السكان تماما بعد اجلاء حوالى ستة الاف وتسعمائة شخص من مدنيين ومسلحين موالينا للنظام بموجب اتفاق روسي وتركي وكانت الفوعة وكفرية اخر بلدتين محاصرتين في سوريا بحسب الامم المتحدة بعدما استعدت قوات النظام خلال عمليات عسكرية وبموجب اتفاقات اجلاء العدد الاكبر من المناطق التي كانت تحاصرها في البلاد وبذلك لم يعد هناك مناطق محاصرة في سوريا اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا اطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان ميدنيا ايضا افشلت الوية العمالقة التي تعمل ضمن القوات اليمنية المشتركة باسناد من التحالف العربي افشلت عمليات التسلل لمجموعة من ميليشيات الحوثي الايرانية في مدرية تحيط على الساحل الغربي كما تمكن الجيش اليمنى من السيطرة على سود باقم في سعدة وتحرير سلسلة جبال العبد في سعدة مع التواصل الاحتجاجات في مدن جنوب العراق دعوات في بغداد والانبار للتظاهر وتأييد مطالب المناطق الجنوبية منذ الثامن من تموز والاحتجاجات في محافظات جنوب العراق تتواصل نتيجة تراكم الغضب الاجتماعي لاعوام التظاهرات تجددت في مناطق عدة جنوبا ولكن على نحو اقل من الايام الماضية بسبب العمليات القمع الواسعة التي نفذتها القوات العراقية على الرغم من اقرار الدستور العراقي حق التظاهر والاحتجاج الجماهري السلمي وافاد ناشطون في البصرة والنجف وميسان والمثنة بان الاحتجاجات تركزت في مناطق عدة من هذه المحافظات واخذت اشكالا جديدة اذ قرر عدد من المنظمي التظاهرات تجنب الاحتكاك بقوات الامن لمناء سخوط ضحايا على غرار الايام السابقة فضلا عن الابتعاد عن محيط المباني الحكومية ومقرات الاحزاب وبالتزامن مع تجدد الاحتجاجات في محافظات الجنوب تدخل بغداد والانبار على خط الازمة من خلال دعوات اطلقها ناشطون للتظاهر وتأييد مطالب المحافظات الجنوبية في غدون ذلك شهدت بغداد انتشارا امنيا مكثفا لا سيما في حي الشعلة الذي جهد تظاهرة مؤيدة لاحتجاجات الجنوب من جانبها اقدت خلية الازمة الخدمية والامنية اجتماعا برئاسة حيدر العبادي وحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين ودعا العبادي الى التعاون بين الوزارات والحكومات المحلية وجميع المؤسسات ووضع الحلول اصيب 13 شخصا في سلسلة انفجارات قنابل مزلوعة على الطرق في مدينة كاركوك النفطية بشمال العراق وقالت مصادر محلية ان الانفجارات نتيجة سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مستشفى في داخل كاركوك مشيرة الى وجود استنفار امني لمعرفة مصادر الصواريخ واضف المصدر ان القنابل انفجرت في حي تجاري بالمدينة انتقد وزير الخارجية البريطاني المستقيل بوريس جونسون خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وفي اول كلمة له في مجلس العموم البريطاني بعد استقالته حثت جونسون الحكومة على تغيير المسار مؤكدا ان الوقت لم يفت لانقاذ لبريكسيت استقالت جونسون الذي كان على رأس ديبلوماسية البريطانية على مدى عامين لعدم توافقه مع رؤية ماي حول استراتيجيتها أشل حدد المحققون البريطانيون هويات ما يعتقدون انهم الجنات في الاعتداء بغاز الاعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا وذكرت وكالة كراس اسوسييشن للانباء ان الشرطة البريطانية تشتبه في مشاركة عدد من الروس في محاولة اختيال سكريبال وابنته وتبحث عن اكثر من شخص تدور حولهم الشبهات واضفت الوكالة ان المحققين حددوا هويات الجنات المشتبه بهم بالاستعانة بتسجيلات دوائر تلفزيونية مغلقة وتحققوا من الصور بالاطلاع على سجلات المسافرين دخلوا لندن قرب وقت الهجوم بعد الفاصل في الاقتصاد ارتفاع وتداولات الصرف الاجنبي عن العام الماضي والان الصفحة الاقتصادية مع باسر الخطيب اهلا بكم شنى رئيس بنك المركزي الامريكي جيرون باول حربا قوية ومن خلال رسالة هادئة على العملات الرقمية مثل البيتكوين واخواتها ماذا في التفاصيل رأى رئيس البنك المركزي الامريكي جيرون باول ان العملات الرقمية مثل بيتكوين واخواتها ليس لها اي قيمة حقيقية معتبرا انها لا تزال اصغر من ان تهدد النظام المالي واوضح باول عبر شهادته امام لجنة المالية لمجلس النواب الامريكي ان العملات الالكترونية تجيدة فقط في حال سعى شخص مال للاختباء او غسل الاموال واشار باول الى ان مراقبة العملات الالكترونية ليست من مهام البنك المركزي الامريكي في اشارة الى عدم سعي البنك لتنظيم تعاملاتها ويرى رئيس البنك المركز الامريكي ان العملات الالكترونية لا يمكن اعتبارها عملة بالمعنى المتعارف عليه لانه من شروط العملة ان تكون وسيلة للتبادل ومخزنا للقيمة وهي امور فشلت العملات المشفرة في تحقيقها وكانت العملات الالكترونية قد سجلت مكاسب قياسية خلال عام 2017 قبل ان تسجل خسائر حادة منذ بداية العام 2018 اسعار الذهب تراجعت اليوم مع ارتفاع مؤشر الدولار قرباء على مستوياته في ثلاثة اسابيع وانخفضت العقود الاجر للذهب تسليم اغسطس اب 0.82 الى 1217 دولار للانصة كما تراجع زعر التسليم الفوري للذهب 0.67 الى 1220 دولار للانصة مؤشر الدولار ارتفع وهو يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من 6 عملات ارتفع بنسبة 0.28 الى 95.35 هذا وتترقى بالاسواق بيانات امريكية في وقت لاحق اليوم عن اعانات البطالة الاسبوعية اضافة الى مؤشر فيلادلفيا الصناعي زاد المتوسط اليوم الى احجام تداولات الصرف الاجنبي الى مستوى قياسي عند 1.840.000.000 دولار في النصف الاول من العام 2018 في الوقت الذي غذت فيه تقلبات السوق في فبراير شباط ويونيو حزيران انشطة التداول وفقا لبيانات من منصة التداول CLS وارتفعت قيمة التداولات اليومية بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبمقدار الربع بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2017 في الوقت الذي تحرك فيه موديلو الاموال على نحو المتزايد طوب المنصات الشهيرة وسجلت منصاته تداول اخرى بما في ذلك مجموعة NEX وتومسون رويترز الشركة الام لوكالة رويترز زيادة كبيرة ايضا في احجام التداولات للعام 2018 في الوقت الذي زادت فيه التقلبات من ادنى مستوى في عدة سنوات وتعرضت عملات الاسواق الناشئة لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الامريكي هذا كل شيء في اخبار المال والاقتصاد الى اللقاء بعد الفاصل في الرياضة اقافوا اللاعبين وغرامات مالية على منتخباء استراليا والفليبين لكرة السلح وهلأ الصفحة الرياضية مع عباس حسن دكرا راشا مساء الخير بعد رحيل كريسيانو رونالدو يسعى ريال مدريد لضم اللاعب نايمار جونيور طبق العقبة او احدى العقبات هي مطالبته بوجوب احضار لعبين نجوم ليكونوا الى جانبه ذكر التقارير الصحفية ان الريال مدريد لاسباني لازال يهتم بالحصول على خدمات البرازيلة نايمار نجم باريسان جرمان فرنسي هذا الصيف لتعويض رحيل كريسيانو رونالدو واكدت صحيفة موندو دي بورتيفو ان ادارة سان جرمان ابدت تستعدادها للتفاوض حول رحيل نايمار لكن بشارط لا يقل العرض المقدم من اي فريق عن 200 مليون يورو واكد نايمار قد انضم لباريسان جرمان في الميركاتو الصيف الماضي قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو كاغلى صفقة في تاريخ كرة القدم واوضحت الصحيفة ان ادارة سان جرمان ترى ان اللاعب الوحيد الذي لا يمكن المساس فيه هو كليان بامباي الذي توج مؤخرا بلقب المونديال مع منتح فرنسا واقتنص جائزة افضل لعب صاعد في البطولة واشارت الى ان الالماني توماس تخيل المدير الفني للفريق الفرنسي لا يرفض فكرة بيع نايمار ولكن في حالة الاستغناء عنه سيحتاج الى صفقة بديلة بجانب ترميم حراسة المرمى والدفاع ونوهت الصحيفة بان الصحيحات فلورنتينو باريز رئيس النيد الملكي تؤكد انه لازال شغوف بالتعاقد مع نجم السنبا بعد العراق الذي حصل بين منتخباء استراليا والفلبين في بطولة اسيا لكرة السلة تم ايقاف عدد من اللاعبين وفرض عقوبات مالية بحقا اصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة قرار بايقاف 13 لاعب شاركوا في مشاجرة جماعية خلال المباراة بين المنتخبين الفلبيني والاسترالي في وقت سابق من الشهر الحالي ضمن التصفية الاسياوية المؤهرة لبطولة كأس العالم 2019 واشهدت المباراة اللي اقيمت في الثاني من تموز يوليو الحالي بالعاصم الفلبيني مانيلا مشاجرة جماعية هائلة بين عدد كبير من لعبي الفريقين تبادل خلال الركل واللكمات والقذف بالمقاعد واوقف الحكم المباراة نظرا لطرد جميع اللاعبين المنتخب الفلبيني باستثناء لعب واحد كان المنتخب الاسترالي متقدم تسعة وثمانية ثلاثة وخمسين في وقت إلغاء المباراة وقرر الاتحاد الدولي ايقاف توم ميكر لعب المنتخب الاسترالي المحترف بدور كوريت السل الأمريكي ثلاث مباريات وايقاف زميليه دانيال كيكرت خمس مباريات وكريس جولدينج مباراة وحدة ومن المنتخب الفلبيني كان كيلفن أويوفا صاحب العقوب الأكبر بإيقافه ست مباريات نظرا لسجله السابق في السلوك غير الرياضي كما قرر فيبا إيقاف تسع لعبين آخرين المنتخب الفلبيني مع فرض غرامات مالية على كل من الاتحادين الاسترالي والفلبيني للعب وأكد فيبا أيضا أن حكام هذه المباراة لن يتم تكليفهم بإدارة أي مباراة دولي العام المقبل سيتم إضافة عدة ألعاب على الأولمبياد بكين الشتوي في الصين والتي سيتم تنظيمه في العام 2022 قررت اللجنة الأولمبية الدولية إضافة سبع رياضات جديدة لبرنامج دورة بكين الأولمبية الشتوية في بكين 2022 ما يمهد الطريق نحو أعلى تمثيل من النساء في تاريخ الدورات الشتوية وأوافق المجلس تنفيذ للجنة الأولمبية الدولية على إضافة رياضات من بين التزلج الحر في الهواء الطلق رجال وسيدات وتتابع المختلط للمسافات القصيرة والتزلج مع القفص لفرق المختلطة وقال كيت ماكدونالد المدير الرياضي للجنة الأولمبية الدولية في بيان إضافة هذه الألعاب في بكين 2022 يعقص التزاماً للمتواصل لجعل برنامج الألعاب الأولمبية أكثر شباباً وتوازناً بين الجنسين وأضاف أن سعيد الغاية لزيادة رياضات النساء خاصة في هذه الألعاب المثيرة والمبهرة وأردف في الوقت ذاته فإن نبعث رسالة بأن حجم دورة الألعاب الشتوية يتم التعامل معها بشكل مباشر وبهذا القرار ستزيد مشاركة السيدات في دورة بكين الأولمبية من 41% إلى 44.45% حيث ستبلغ ألعاب النساء 46 لعبة لمشاركة 1314 رياضية وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أن العدد الإجمال للرياضيين تقلص بواقع 41 رياضي ليصبح 2892 رياضي البريطاني أنتوني جوشوا وأبرز الملاكمين العالميين يقول بأنه يعتزم البقاء في حلبات الملاكمة حتى يبلغ الأربعين من عمره أهل البريطاني أنتوني جوشوا للصحفيين بأنه يعتزم تعزيز إرثه في الملاكمة ويأمل في المنافسة في فئة الوزن الثقيل حتى يبلغ الأربعين ورح يدفع اللاعب البلغ من عمر 28 سنة عن لقبه في بطولة WBA Super والIBF والWBO للوزن الثقيل ضد الروسي أليكساندر بوفتكين في ويمبلي يوم 22 سبتمبر ويأخذ جوشوا من المنافسة الإجباري بوفتكين عندما يعود إلى ويمبلي المرة الأولى منذ فوزه على فلاديمير كليتشكو أمام 90 ألف مشجع في أبريل من العام 2017 الانتظار في الأجنحة هو مباراة محتمرة في التوحيد ضد بطل العالم في الWBC دينو تاي وايلدر ويمكن أن يحدث ذلك في أبريل بعدما أعلن اللاعب البلغ من عمر 28 سنة عقد من مبارتين في ويمبلي بينما كان في الملعب عبر شركة ماتش روم بوكسنج الترويجية نهار الثانيين ب16 يوليو أهم المقاتل الأمريكي جاريل ميلر بعقد مؤتمر صحف ترويجي من أجر جوشوا وبوفتكين في نيويورك بالولايات المتحدة وبتنافس على البريطانيا على خشبة المسرح ولكن قبل أي معارك محتملة أخرى يجب أن يهزم جوشوا أولا بوفتكين سجل الروسي البلغ من عمر 38 سنة سجل مثير الإعجاب ولكنه كان موضع جدل بعد إخفاقه في إجراء عملتي الكشف عن المنشطات وأجراء اختبار إيجابي على مادة محظورة هي الميلدنون في العام 2016 أوسترين في العام 2017 وفي نوفمبر تشرين تاني 2017 عقب الو بي سي عودته من حضيرة الملاكة مواقع لرويترز أنه ينفي استخدام مواد تعزز وتضيف لأله قوة بالأداء عدك الشيب الرياضة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء وفي الختام يبقى التذكير بالعنوين تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية حول تلوث الشاطئ مناطق عدة صالحة الاستباحة والسمة البلدي متابق للمواصفات الحريري أجواء التفاؤل تغلب التشاؤم في التشكيل وعلاقة معاون لا تخضع للتشكيك والتأويل هذا هو وطننا ولا وطن لنا سواه في جلسة عاصفة الكنيسة يقر قانون القومية العنصوري والنواب العرب يمزقونه في وجه نتنياهو في الاقتصاد أمريكا تشن حربا هادئة على العمولات المشفرة وفي الرياضة فاليسان جرما يستعد لبيع نجمه البرازيلي نيمار نهاية النشرة إلى اللقاء صلاحية رئيس الوزارة معروفة بهذا الموضوع اشتركوا في القناة